بداية أنقل تحيات سعادة وزير التنمية الاجتماعية لأستاذ أسامة بن خلف العصفور وتمنياته للجميع بالتوفيق في هذا المؤتمر الحقيقة أن هذا المؤتمر من المؤتمرات المهمة جدا وإحنا كوزارة التنمية نتابع أنشطة المجتمع المدني ونعتبر مثل هذه النوع من المؤتمرات من الأنشطة النوعية ذلك أن هذه النوع المؤتمرات تتيح الفرصة لتبادل الخبرات وتتيح الفرصة لطروحات جديدة في تطوير منظومة العمل التطوعي الآن طبعاً نحن دائماً توقعاتنا بأن المؤتمرات مثل هذه المؤتمرات تخرج بتوصيات تكون هذه التوصيات مفيدة للمجتمع المدني ونحن حقاً في هذه المرحلة ومع إسقاطات الأزمات الاقتصادية الموجودة في العالم على المجتمع التطوعي والعمل التطوعي نتمنى أن يكون هناك التركيز على مبدأ التشبيك بين المنظمات الأهلية فالآن نحن وصلنا حوالي أكثر من 600 جمعية وبالتالي أصبحنا أكثر حاجة لعملية التعاون والتشارك مع بعض في تنفيذ مشاريع مشتركة تنموية نتوقع من المؤتمر الكثير ونتمنى التوفيق لهذا المؤتمر ونكرر شكرنا للمنظمين والقائمين على هذا المؤتمر